اشتركوا في القناة استثمارات زياني يرافقهما السيد أندري رولدان الرئيس التنفيذي لمركز ماربية لكرة القدم والسيد كريستوفر كومن مدير الجولات والمباريات الودية في نادي مانشستر يونايتد كممثلين لشركة مركز ماربية لكرة القدم MFC وخلال اللقاء استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى شرح مفصل من شركة MFC حول سبل التعاون في مجال السياحة الرياضية حيث استعرضت الشركة خبرتها في إعداد وتصميم المراكز الرياضية الضخمة والمرافق العالمية لجذب الرياضيين والفرق من جميع أنحاء العالم للتدريب وذلك قبل المواسم الرياضية من ضمنها تجهيزات متخصصة للتدريب والتعافي والعناية الصحية ضمن بيئة شاملة تلبي احتياجات الرياضيين المحترفين ويهدف المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الاطلاع على عدد من التجارب العالمية المتميزة التي تهدف إلى تعزيز السياحة الرياضية في المملكة وتسهم في تعزيز الروابط مع الشركات العالمية لتكون البحرين وجهة بارزة للتدريب على العالي الأداء والسياحة الرياضية ما يجعل منها أرض خصبة ورئيسية للتدريب النخبوي في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر